يكون معنا اتصال من الدكتور أيمن الحجار البحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزر الشريف دكتور أيمن مسائل أنوار أهلا وسائل مسائل يا فندم الله يخليك يا فندم أنا معنا في الستيديو دكتور رضاة أيمن أهلا وسائل سائل أهلا وسائل يا حضرتك الله يباري فيك منورنا النهاردة ومنور بالنمج مصرف كلمتين يا دكتور أيمن يا نوركم والله يا فندم والله يا نور حضرتك والله ربنا يحفظكم وبركيكم ربنا يا عزك احنا يساعد لنهارضة واحتفالات طيبة بمولد سيد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا فندم احنا هنقول لنهارضة الاحتفال بالمولد النبي ويجائز ومباح شرعا او كما يدعي البعض انه بيدعة رأي حدثك ايه في الكلام ده دكتور ايمد والله القول بان الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بيدعة هو بيدعة يعني الكلام اللي بيقول كده هو ده الكلام اللي بيدعة هو نفس اللي يقول الكلام ده هو اللي بدع أصلا آه هو اللي بدع لأن الاحتفال بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو مظهر من مظاهر الحب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من احتفل بمولدي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سؤل عن صيام يوم الاثنين والخميس فلما قيل في يوم الاثنين قال بأنه يوم ولدت فيه ولما سؤل عن يوم الخميس قال هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فاحتفال ابن النبي بصيام هذا اليوم الذي ولد فيه لتجدد هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على أمة الإسلام بمولد النور صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الأمة من الظلمات بالنور فالاحتفاء بهذا اليوم هو تعبير ولو بسيط بمحبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفرحنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام والحق سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله وأن هناك نعمة أعظم من إرسال رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر المهم أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وروا ذلك في صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشرة فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام فصامه موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام فالعلماء نظروا في هذا الحديث وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام عاشرة فرحا بما فيه من نعمة نجاة سيدنا موسى عليه السلام فكذلك نحن نحتفل بيوم المولد احتفالا بنعمة ظهور النبي عليه الصلاة والسلام والحافظ ابن حجر العسقلاني هو شيخ المحدثين في نصر وفي العالم الإسلامي المتوسط سمت 852 هجرية هذا الإمام الكثير لما سئل عن عمل المولد فقال هو لم يرد قبل ذلك ولكنه اجتمل على محاسن فمن تحرى في عمله تلك المحاسن واجتنب المساوئ كان ذلك أمرا حسنا والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الحب ومظهر من مظاهر الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر لأصحابه الكرام فالصحابة الكرام كانوا يحتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام واحتفاؤهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في وجودهم بالمحبة والإجلال والتشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم والخدمة للأمة الإسلامية عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كان التابعون يسيرون على هذا المنهج في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأمور والأحداث تتجدد فبدأ الناس يشعرون بشيء من المحبة أيضا الصادقة والانتباد لمنهج الصحابة والتابعين فأرادوا أن يحيوا هذه الذكرى بماذا؟ بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة شمائله والاقتلاع على الخير الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه للأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ينبغي أن نفرح به ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب ربنا لما قال وما أرسلناك إلا رحمة ننظر إلى آية أخرى تدل على أن الاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولده أمر من الأمور المشروعات ربنا بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فدل هذا على ماذا؟ أننا نفرح برحمة الله التي أرسل العالمين وهو الذي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو الذي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله أمرنا أن نفرح برحمة الله ورسول الله هو رحمة الله للخلق فإذن ينبغي علينا أن نعلن محبتنا الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا المظهر الجميل الذي تراه الآن بمصر جميعا مصر بفضل الله سبحانه وتعالى بلد عظيم تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب آل بيتي الكرام يريدون أن يضيروا هذه المحبة في تلك المجالس وفي تلك المدائح التي يمدعون بالرحمة الله دكتور أيمن أستاذ الحضرتك بعد إذنك دكتور أيمن في ربوعها جميعا تحتفي وتحتفل وتصبح بالدعاء والمحبة والمذيح وقراءة القرآن وقراءة السير وقراءة الحديث وهذه الأشياء التي تدل على هذه المحبة أليس هذا من التركين شكرا دكتور أيمن أستاذ الحضرتك هي بعض الممارسات التي تحصل بالاحتفالات الشعبية رأي الأزهر فيها وخصوصا في مصر بنشوف بعض الاحتفالات اللي أم المريدين والمحبين والحاجات اللي بتحصل دي إيه رأي الأزهر فيها دكتور أيمن الأزهر الشريف دائما يعني يرى كل شيء بعين الأنصاف والحمد لله أولا الاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يره الأزهر الشريف أمرا مشروعا بل أمرا مستحبا يعني يدل على الصد والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما وجود بعض الأشياء التي تخالب القرآن الكريم أو الصنة النبوية من وجود بعض مثلا المظاهر السيئة وغير ذلك الإسلام لا يقر ذلك وكذلك الأظهر الشريف لا يقر إلا ما يقره الشرق في هذا لكن هذا لا يمنعنا من الاحتفاء الصادق والصحيح برسول الله بعض الناس بيتخذ بعض المظاهر السلبية في الاحتفاء والاحتفال برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما أولدت فيقول نمنع الاحتفال أصلا هذا الكلام خطأ وليس صحيحا ليس لوجود شيء خطأ أو إنسان استعمل شيء في الخطأ أننا نمنع هذا الشيء بل تبترى الأدوات التي يستعملها الطبيب بعض الناس يستعملها إذن هذا نمنع هذه الأدوات التي يستعملها الطبيب لعلاج المرطة هذا طبعا شيء لا يقر به عاقل فالأظهر الشريف يرى أن الاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة ومن المظاهر الصادقة المعبرة عن محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأن المظاهر السيئة والمظاهر التي تقالف الشرعة الأدوات الشريف يقول لا نوافق على هذه المظاهر لكن لا تكون وريعة لمنع الاحتفاء والاحتفال برسول الله وبفرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لك دكتور أيمن ولدى لقاءتان إن شاء الله واحتفاليات دائما بوجودك معنا شكرا لك دكتور أيمن شكرا لك